اشتركوا في القناة من القضايا التي تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف اكد السيد الرئيس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة التي تمثل اهمية بلغة في ظل ما يشهده المحيط الاقليمي من ازمات تهدد امن واستقرار المنطقة باسرها وهو ما يفرض المزيد من التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الاخطار خاصة في اطار مكافحة الارهاب والفكر المتطرف وذلك من اجل تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة من جانبه اشهد لودر بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة معربا عن تقديره لدور مصر المحوري كركيزة للامن والاستقرار في الشرق الاوسط والقارة الافريقية مشيرا الى جهود مصر في التصدي لخطر الارهاب ومسعيها الحسيسة للتوصل الى حلول لمختلف الازمات التي تمر بها المنطقة وذلك بالتوازي مع انجازاتها على صعيد الاصلاح الاقتصادي ودفع عملية التنمية الشاملة وهو الامر الذي يرسخ دور مصر التاريخي على مختلف الاصعدة في المنطقة اضف المتحدث الرسمي ان اللقاء تترق الى اخر تطورات عملية السلام في الشرق الاوسط حيث اكد السيد الرئيس اهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق سوابت المرجعيات الدولية مشيرا سيادته في هذا الصدد الى الجهود المصرية الحسيسة التي تتم بالتوازي لتحقيق عملية المصلحة الفلسطينية ولتثبيت الهدوء في قطاع غزة والتي تستهدف الحفاظ على امن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الاوضاع الانسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي السيدة اوديل رينوباسو رئيس البنك الاوروبي لاعادة الامار والتنمية وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الاوروبي والعمل على زيادة مساهمته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر حيث تم مناقشة افاق تطوير التعاون المستقبلي مع البنك في عدد من القطاعات الذات الاولوية في مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة وتغير المناخ بالاضافة الى التحول الرقمي والتكنولوجيا والتعليم والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تدعم جهود توفير فرص العمل لجميع الفئات وبشروع تطوير قرى الريف المصري وبرامج الاسكان وشبكات الامان الاجتماعي اشتركوا في القناة